مرحبا بكم يا توانسا في هذا التقرير الجديد فيتايير جديد وإن شاء الله بشيكونوا عنا برشة تقارير في قدم الأيام حتى إذا كان ما نزلناهمش في إتار بث مباشر كما كنا نعملو بش ينزلوا أحدهم إن شاء الله وبش ترجعوا كل الكرونيك دي جور اللي نعملوا فيها إن شاء الله مع نص نهار تنعلموكم دونك التقرير هذي بش نحكي فيها لحاجتين الحاجة الأولى هي طبعا ما حدث للحزب الدستوري الحر بش نحاولوا نلخصوه ونبسطوه ونرجعوا على كل وأدق التفاصيل وكيفية التعاطي الإعلامي متاعه بش تكون لهنا فما برشة دروس لعديد أشباه الإعلاميين مع احترامنا لقامات الإعلام التونسي اللي ما زالوا ثابتين على مبادئهم ولا مغلبين مصلحة الوطن ومغلبين علوية القانون في كل ما يقولونه وما يسرحون به الموضوع المهم بش نبدأ نعطي هكا ترح بسيت في ظرف وجيز احنا عنا تقريبا ملا دخلت الأستاذة عابير موسي للسجن ظلم وتعصف وهذاك الكل تقريبا سبعين يوم اليوم ملا صار هذا عنا أربع نشاطات كبرى قام بهم الحزب الدستوري الحر وكي نقول نشاطات كبرى رهي بمعنى الكثافة العددية أولا هذا يشنون نجم ونستنجو منه هذه رسالة لوسائل الإعلام يعني شنون ماذا يعني هذا يعني ما قولت انه كل أحزاب اندثرت وهذا اللي يروجوا فيه للتونسة عندهم تقريب من 2021 لكي يكرهوا تونسي في الحياة السياسية وكي يرضعوا بالأمر الواقع وبالاستبداد الحقيقي هذا يأكد كونه المقولة هذه مقولة غالطة على الأقل فما حزب موجود في البلاد إلا قاعد ينشط بهياكله وأنصاره إلا فما التفاف شعبي كبير حوله إلا فما عمل سياسي بيأتم معنى الكلمة في البلاد لكي لا نقولوش للمقولة هذه كاذبة هنا قلنا مقولة غالطة الهدف متاحة هو إلغاء الأجسام الوسيطة والتعويل في الانتخابات على الأفراد فقط وهناك الناس كل تعرف هذا برنامج شكو نعرفهم ليح الشيء هذية متع الأفراد والمحليات والأقاليم نعرفهم تعشكون الشيء هذية وبرنامج شكو الحزب الوحيد القوي الحاضر على الساحة اليوم في تونس هو الحزب الدستوري الحر هذا يعني انه هذا الحزب حزب مهيكل كيف نحكيه على أربعة محطات ذخمة بعد اعتقاله استاذ عابير موسي وكل محطة نيذالية أو كل وقفة احتجاجية أو كل مسيرة تصير تنسيك في لقبلها من حيث العدد ومن حيث الالتزام ومن حيث الانضباط ومن حيث الشعارات ومن حيث عديد الأشياء إلا أكيد وإنكم يا وسائل الإعلام عاينتوها لكن خبيتوها معظمكم خبيتوها على الشعب التونسي دونك لهنا خندد أن نفسر أكثر معناها شنو معناها حزب مهيكل لأن الحزب هدايا الحزب السوري الحر روح حزب متجذر في الأرض هذية روح حزب وطني روح كما قلتلكم قبل عقيدة وطنية بحتة صرف هذك عليش الأنصار معناها متعلو استاذ عابير موسي متشبثين قعدو متشبثين بيه رغم المحنة هذية لأنه حزب مهيكل وهات نشوفوا مبعضنا شنو معناها حزب مهيكل خنفسروا والتوانسة خاطر نعرف وانتسا يعرفوا شنو معناها والمهيكلين يعرفوا شنو معناها حزب مهيكل لكن فرصة باش نوضحوا لي وسائل الإعلام ومنابرهم نعدوهم الهيكل متع الحزب الدستوري الحر الهيكل الرسمية اللي هي قاعدة تنشط نحن نشوفوا شنو معناها حزب مهيكل حزب مهيكل عنده مؤسسات متعه وهي مؤسسات صلبة جدا 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 وهات نسميو لكم منها المؤسات هذه لا هي تبدأ بالدوان السياسي تبدأ بالمكتب الوطني تبدأ باللجنة المركزية تتعدى المكتب منتدى المرأة وفروعه في الجهات فيها مكتب منتدى الشباب وفروعه في الجهات فيها المجلس العلمي لم بثقت عنه الأكاديمية السياسية فيها مجلس تكوين الإطارات فيها الجامعات الموجودين في 24 ولاية فيها الدوائر المحلية لهما في كل الولايات فيها الخلايا الدستورية هذوما الكل هم هيكل شوفوا قداش من هيكل توا تقريب 9 هيكل هذوما هيكل رسمية قاعدة تخدم في كامل ربوع البلاد هذوما المنتشرين في كل ربوع تونس هذو ما يعنيه حزب مهيك بالضبط هذو ما يعنيه حزب مهيك وقت اللي نتحدثه على عابير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر نذكروا إلا في الليامات اللولة وقت 14 جانفي هذي يراه معلومة هامة ما يلزمش الأنظار تغيب عليها وما يلزمش تغيب على استماع المواطن التونسي نذكروا إلا عابير موسي اللي يمتلوا إلا وقت 14 جانفي كانت الوحيدة في المحكمة اللي دافعت على حزب التجمع الدستوري الديموقراطي اللي كان عنده بايدو واي أكثر من 800 محامي كلوقت لمشي حتى حد منهم مشيت منهم إلا عابير موسي لذلك نشتفهموا تينة المراهة هذه لذلك توا كيف نجي نجي نعطيه المواصفات متع الحزب الدستوري الحر اللي كنت توا نسمي فيهم وهاياكلوا والإنذبات ويا 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 شكون اللي كان السبب في المواصفات هذه المواصفات هذه جاءت تنتيش تشكون في الحزب الدستوري الحر شكون زعمه اللي عمل التصور العام والتصور بكل جزئياته للحزب الدستوري الحر هذا يا نتيش تشكون شكون اللي عمل الإنجاز على الميدان على الأرض الناس كل تعرف اللي عمل هذا الكل هو عابير موسي هذا كعليش أنصارها يقولوا الزعيمة ولهنا ندخل بكم لمفهوم الزعامة ونعاود نذكر بيه التوانسة وهذا دوركم انتوما كتساترا وكوطنيين باش توضحوه وتفسروه لسائر المواطنين التوانسة دونك هات لنشوفوا كلمة الزعيمة هذية علش تترحها على عابير موسي كلمة الزعيمة اللي تتقل على عابير موسي ما هيش كلمة مسقطة أو بروتوكولية هي كلمة سياسية عندها المعاني متاحها إلا بتبيعة تستمدها من معاني الزعامة أصلا ومعاني الزعامة هما على الأقل فما ثلاثة معاني كبرى هاني باش نعاود نوضحهم ونفسرهم دونك تعريف الزعامة مر عبر العصور بتعريفات مختلفة كلمة الزعامة تتمرت بتعريفات مختلفة عبر العصور في القرن الأول لكن في القرن العشرين والقرن واحد وعشرين ننجم اللخص المعاني هذوما متاع الزعامة في ثلاثة حاجات مفهوم الزعامة بكله ينجم يتلخص في ثلاثة حاجات وهات نشوفوهم ثلاثة حاجات هذوما عابير موسي عندها منهم كشخص وكرئيس حزب سياسي ولا ما عندهاش نبدأ بالحاجة اللولة المفهوم الأول متع الزعامة أو هي ثلاثة أقاليم كما قلت وتروى كريتير يجب أن يكونوا متوفرين في الشخص حتى يلقى باب الزعين دونك هات نشوف هات ثلاثة هذو موجودين عنده سيد عابير موسي ولا أولا المستوى الفكري والسياسي والاجتماعي الكبير الزعيم يجب أن يتحلى بمستوى فكري وسياسي واجتماعي ونظرة استشرافية وقراءات تحليلية معمقة واستشراف واضح هذا بش نجم نقوله علي زعيم يظهر لي عابير موسي عنده فهم ووعي كبير في السياسة وعنده استشراف كبير في السياسة وعنده قدرة خاصة خاصة هذه يراهي مهمة جدا عابير موسي عنده قدرة خاصة على التقاط اللحظة السياسية المناسبة وشفتوا أنتما معناها من معظم تحركاتها ومعظم تحركات الحزب الدستوري الحر تجي في توقيت معين في ظرف معين في سيركونستانس معينة والنقطة هذه القدرة الرهيبة على التقاط اللحظة السياسية أو الظرفية السياسية المناسبة لا تنجمش تكون موجودة عند برش عباد الحقيقة لم يرنهيش في تونس بعد 2011 لم يرنهيش موجودة عند سياسيين خلاف عابير موسي نمشي للكريتير الثاني أو الحاجة الثانية اللي باش نوصف بها شخص ما زعين المعطيات الفكرية والاجتماعية هذية اللي كنت نحكي عليها توا مرتبطة بمصير الشعب يعني نحكيه اللي هنا على تلاحم كبير بين القائد وبين الشعب هذا الكريتير الثاني باش نقوله إنسان أو إنسانة زعيمة يلزم يكون فم لحمة كبيرة بينه بين القواعد وبينه بين الجماهير وبينه بين الشعب ويظهر لي هذية موجود وواضح ووضوح الشمس في كبد السماء عند عابير موسي يعني الاتصال المباشر شفتوه القدرة الشعب على التلقي والتفاعل مع ما تقوله وما تصرح به عابير موسي يظهر لي هذية الناس الكل لمسته وشافته على أرض الواقع نمشي للعنصر الثالث لمفهوم الزعامة إلا هو العنصر الثالث في الزعيم أو في الزعيمة الحقيقي أو الحقيقية هو الاعتماد على المقاومة السلمية وهذا العنصر إلا قهرت به عابير موسي كل خصومها السياسيين منذ انطلقت ولا منذ دخلت في الحياة السياسية بعد 2011 منذ بني الحزب الدستوري الحر ومنذ انطلق نشاطه في الجهات وفي كل ربوع البلاد لذا الاعتماد على المقاومة السلمية التي تعتمد على القانون ونحكي والالتزام بالقانون وبالنواميس متع الدولة ويظهر لي هنا ميزة عابير موسي وكل تحركاتها ونظالاتها ترتكز على احترام القانون وتقول دايور هي الأسادة عابير موسي في أكثر من مناسبة تقول رغم أننا رفضين لبعض القوانين التي سنت من طرف الإخوان وفي برلمان الإخوان والتي سنت وقت ما يسمى بثورة وكل شيء لكن مدام القوانين الجاري بها العمل في بلادنا لذلك نلتزم بها لنخذ المقود ونغير ما يمكن تغييره وننقح ما يمكن تنقيحه من هذه القوانين لذلك عابير موسي يظهر لي ميزتها هي الالتزام بالقانون واحترام النواميس ونذكروا له هنا إلا غاندي كيف كيف اعتمد الطرق السلمية كنا نحكيه على زعماء العصر الحديث نحكيه كيف كيف إلا مارتن لوتر كينغ كيف اعتمد على الطرق السلمية في نظاله إلي نيلسون منديلا اعتمد على الطرق السلمية في نظاله لذلك التهمة هذه متعقل بالنظام الحكم اللي لفقوها لها توا وهي حكاية فارغة وأفرغ من الفارغة يعني يظهر لي لو يقلب نظام حكم لا يزهر معها عادل تنفيذ بشيش يدعليه ويحرر محذر معاينة عشاء اللي عملوا قدم مكتب ضبط متع قصر رئاسة ولا يزهر معها محامي للتعقيب ولا يتواجهش للقضاء الإداري ولا يحترمش مؤسسات الدولة اللي بشي يعمل انقلاب وقلت هلكم قبل اللي يعملوا الانقلابات عندكم على عينيكم وما همش قاعدين يتحاكموا لهم الأخوان جيت نجموا تسألوهم على إليات الشروع في عملية انقلاب هذوكم يعرفوها كانت عندهم تجارب فيها ويعرفوها دونك نرجع فما ثلاثة خسال عند عبير موسي إلا نلقوهم وينسحبوا على عظماء العسر الحديث اللي كنت نحكي عليهم بالإضافة طبعا إلى زعيمين الخالد لحبيب بورقيبة إلا كيف كيف هو تعرض للسجون وتعرض للمنافي ولا كان يدير المشهد السياسي من وراء القذبان متاع المستعمر إلا كان يحرك في مقاومة الاستعمار ويدير الحركة الوطنية وهو وراء سجون المستعمر هذا الكل ما ننسوه الشهادوما أقاليم الزعامة أو مفاهيم الزعامة دونك اليوم حتى الإعلام المناوئ لعبير موسي نرجع لهنا للتعاطي الإعلامي حتى الإعلام المناوئ لعبير موسي ولا اليوم يحكي عليها لأنه من سجنها رغم أنها مسجونة ظلم وهما يعرفوا وقالوه الكلام هذية حتى أصدادها وأعداءها وهي تسير في الأحداث في الشارع التونسي المرأة في الحبس وراء القذبان ومسيطرة على المشهد السياسي ومسيطرة على الشارع التونسي كما كان بالضبط كما أقول لكم من ننسو المندلا بالضبط وكما كان بورقيبة يسير في الأحداث وهو في سجون المستعمر نتعدد اليوم للتعاطي الإعلامي لن نتحدث عن 2 أو 3 مثال معناها أم بخانتي من اللي سمعته الصباح لنأخذ مثال بلاتو ديوانة فى حقيقة حاجة مقلقتني برشة هما لما حالة مالغري أنه تلافتهم اللي تكلموا هذوما كانوا يعترفوا بالمظلمة اللي تعرضت لها عبير موسي في كلام كل واحد منهم هذا اللي قلقني أكثر في كلام كل واحد منهم هو قاعد يستعرض في فكرته لو حقم بلا من ضمن القناة بالهذية هات نشوفهم فما واحد منهم قال نحن لم نستعرفوش بالأمنيستي انتغنسيونال اللي هي منظمة العفو الدولية إلا درنيارمون عملت وعطيناه لكم وقرناه لكم التقرير وتحدثنا فيه بالقدام مع هيئة الدفاع مع مدعا الأستاذ عبير موسي دونك هذية معناها قلق الأمنيستي انتغنسيونال هذه أحنا ما نستعرفوش بها إلا خرجت هي معن تبيدا خرجت بلاغ أدنت فيه اللي صار العبير موسي وطالبت فيه بإطلاق سراحة فورا وكل شي دونك شفتوه التقريد هذيك واستندوا في هذا في الترح هذي استندوا إلى انحياز المنظمات الدولية هذية إلى جانب الإسرائيليين ضد القضية الفلسطينية معناها سوز انتوندو هذا شنو حاب يقولوا إلا راه موقفها هالجمعيات هذية من عبير موسي راهوا نيبا كريديب معناها بشتفهموا السموم إلا قاعدة تتبث ولهنى نعود نرجع نتوجه بكلمة ليهم ونتوجه لهم برسالة واضحة شوفوا ما فماش حاجة بين البنين راه يا إما تعترفوا بالمنتظم الأممي يا إما لا إذا كان المنتظم الأممي ما تنقذوش رواحكم كمعروفاتكم إذا كان المنتظم الأممي هذية انتوما تعتبروه سويت للا سار في فلسطين وإسرائيل وكل شي دونك إذا كانتوما تعتبروه داخيل على تونس وتعتبروه ما هوش كريديبل وتعتبروه استعماري وكذا خرجوه من تونس ما عندكمش يشوف النفاق ما عادتش يتعدى في بلادنا راه النفاق والكذب ما عادش ناجم يتعدى على المواطن التونسي وأحنا دهنا باش نوضحه للمواطن التونسي وباش نفيقوه وننوروه على برش حاجات دونك فما حاجة مثنين فماش غريف الأمور هذية كانوا هو المنتظم الأممي وجمعيات الدولية اللي تحكيوا عليها هذية إذا كان هي تضر بمستح تونس وتضر بالسيادة الوطنية نحيولها المكاتب متاحها ونحيولها الفروع متاحها وإلغيوا الاتفاقيات إلا تعملت بين تونس وبين الدول هذية مش نشوفه في البلاغات على وزارات السيادة متاعنا احنا تسمن في العمل متاع المنظمات هذية والمنتظم الأممي ويجيوا نفس الأبواق متاع نفس الأشخاص ومتاع نفس السلطة يجيوا يقولون لكلام هذية ريانك باش يظهروا إلا المنظمات هذية إلا أدانة السلطة والدولة التونسية فيما وقع علي عابير موسي نظهروا إلا هي ما هيش كريديب شفتوا قمة النفاق وقمة المغالطة وقمة المراوغة المراوغة الإعلامية وتوجيه الرأي العام لذلك هنا نقطة ثانية شاسمه المولدي قال أنا حذرت معها عابير موسي في بلاتو وقلت لها أنت وقيس سعيد قلت لها مباشرة تنقلك أنت وقيس سعيد كيف كيف هو عنده التفسير وانت عندك التنوير معناه يشوفه الخبث يعني التفسير اللي يقصد به متاع شفتر وكل شي اللي يقول معناها بعد قيس سعيد بكشتراو الدنيا عجب يقارن فيه بالتنوير مع عابير موسي إلا عابير موسي كلما تعمل حلقة تنويرية تجبذلك بالأدلة وبالوثائق وبالبراهين وتعتمدلك معناها على معطيات دقيقة وتوريك وتخرجلك الخوار الموجود لكل بالحجة والبرهان والدليل الدامغ هذا عنده هو كما التفسير مع شفتر بالضبط تفهموا أنتما الإخباثة وبشتفهموا المغالطات اللي يروجوا فيها كيف كيف يفهم واحد آخر قال هي عندها الحق وكذا لكن مو عندهم كلمة لكن هذي كلمة ملح ما تغيب على طعام خاطر كوين يسمعوا اسم عابير موسي يتقرصوا من الداخل ما ينجموش حتى كان هي صحيحة عابير موسي يقول لك أيوة لكن لازم يذكر لك اللكن ولو أنه ما هو موضوع الحديث فما واحد آخر يقول لك هي عندها الحق والظلمة وكذا لكن هي رهيجتنا من نظام الاستبداد وكذا يعني يحبوا ديما شفتوا الاخباثة متاحهم يحبوا ديما يربطوا اسم عابير موسي بالاستبداد هذا هو الخبث اللي قلت لكم يقلقني لأنه بالنسبة للمستمع البسيط اللي لا يعرفش يحلل ولا يعرفش يفهم كومي الفو ولكلام متاحهم توقعنا كيف نبدأ ونسمعوا فيهم ولا كيف نبدأ ونواجهوا فيهم ونحكيوا معاهم مباشرة نعرفوا كل كلمة قالوها أشي يقصدوا بها لذلك لا يعديوهاش نحن علينا لأنه نعرف مليح مليح الكلمة من أما جواجي خرجت وشنو حب يوصل بها لذلك علش أنت كنت تقول على رشد باه سمحني علش أنت رشد الغنوشي قبل كيف يعمل حاجة وشفته التحاليل قبله وكل شي كيف حركة النهضة يبدأ وراضين عليها الإعلام بعض الإعلاميين أشبكم ما تقولوش قبل على رشد الغنوشي أنه رغم الله هو جاي من تنظيم إرهابي لكنه عمل حاجة باهية لكن يعطيه صحة ولا يعمل قرار خذي قرار صائب علش ما تقولو هاي شذية مع أنه هو فعلا جاي من تنظيم إرهابي معناها من 2001 كيف تشوفوا أنتم معناها من 2001 شكول لقال هالو الكلمة هذية شكول لقال هالكلمة هذية حتى في نقده للخوانجية معناها وليسام يرواح ومن نهضة شكول لقال إيه هما ينتميوا للطيار إرهابي ولا جاونا من تنظيم إرهابي ولكن عملوا قرار صائب انتي عملا تذكر عبي رموسي حتى عنده حق تقولو إيه عنده حق لكن جاتنا من نظام الاستبدال ياخي راشد الغنوشي من جاكم من تنظيم إرهابي ما وشفتوا كيف الخباثة نعريها ونفضحها لذلك هناك مواقف الحقيقة تنزل وتنفل معناها وتخرج عن الوعي صاحبها الانكونسيون يتحدث لذلك لماذا اليوم يتحدث عن عبي رموسي وردوا بالكم لذلك خطر أبليجي لأنه ليس على محبتهم برشة أبليجي لأنه تسات رهبطولها للميدان بالألاف المؤلفة وهي في الحبس رأي يتحدث لأنه لماذا ينجم وينكر قدامهم أمر واقع موجود قاعدة تعاين فيها على المباشر قاعدة تشوف إذا كان لم يشتر الشعب الكل وهابط معها لذلك يلزم يبدل التكتيك متاحهم والمرحلة قاعد يمر بها الإعلام معناها في جانب كبير منه الإعلام يثير في مواضيع تهم الدستوري الحر وقتهم عبير موسي رغما عن أنفه معناها بصيف من عليه الحدث يفرض روحه وهنا نتحدث عن الإعلام بصيفة عامة معناها نشكر الإعلاميين اللي جبدوا على موضوع عبير موسي لكن نحس إلا فما ذاغينة كبرى نحس إلا الإعلام عنده دور كبير هذا أكيد مش نحس الإعلام عنده دور كبير ياسر ومطالب اليوم يحب الذاغينة الموجودة بين التوانسة ويحب كيف الحقد الموجود والكراهية والعنف العاطفي والبغض الموجود بين التوانسة لأنه تعرفوا أنتم مشكون لكارس والعنف والذاغينة هذية نتيجة ما هي نتيجة المنطقة الغني لا ونقعد مع الغني والغني سارق ما هي من منطقة افتقاد المواد لكلها ره وسببها المحتكرين ما هي من منطقة إعلاميين ساسوفي يزيو رأوا دور الإعلام اليوم هو يقرب وجهات النظر ويعلي القانون فقط ترى وهنا معناها كي بشي قولوا لي هاو كعبير متى تحب تحبس الإخوان وهنا ديش بشي رادو يردوا عليكم متى بشي قولك عبير تحب تحب تحبس الإخوان وكذين قلوا لهم رأوا مش صحيح قلناه ونعودوا نقولوه عابير موسي تقول إلا خالفوا القانون يتحاكموا ومحاكمات علنية ما أكثرش من الشفافية هذية وما أكثرش من ديمقراطية يعني المحاكمات متاحهم بش تكون على عينين التوينسة الكل وبش يعرفوا الجرائم متاحهم وش كون في تونس يخيهو يا إعلاميين شكون في تونس اليوم ما زال ما هوش مقتنع بإلا الإخوان جي مجرمة بالجرائم الفاضيعة اللي ارتكبوها الإخوان في حق الشعب التونسي ما زال ما شكون مش مقتنع بالشي هذا إلا إحنا من 2001 وإحنا نتكلمه نفتحه ونعريه في المخططات متاحهم ونعريه في القذارة متاع الاخوانجية ونعريه في المصايب اللي عملوها وجابوها لتونس أحيانا الفكرة حابيتم قول الفكرة رهي ساعات تهرب على صاحبها ساعات 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 يعني كما اليوم اللي قال عابير موسي إيقال بن علي هكا المسايب عن السيد هذه بن علي فقط حطان الناس في الحبس ولهناء على فكرة نحب نذكر كونه بن علي كيحبس لخوانجية رحو حبسهم على خطر عملو زوز عمليات انقلاب بعدما نحها لهم الله يرحموا ولا غالبا غلطة كبيرة نحا لهم أحكام الأعدام وقال لهم بدلوا اسم الحزب متاعكم وفك علينا من كلمة التجاه الإسلامي مشاوردوه ومنهضة ها ورجحهم ينشتوا على الميدان ودايرا عملوا جريدة معناها متاحهم هما خاصة ما أكثر شي من هكا ورجعوا ينشتوا وخرجهم الحبس شنو عملوا هما بعد ما خرجهم الحبس؟ مشوا وحذروا لك العملية ذيكا متاع الانقلاب متاع ستينجا ذوكم اللي جابوهم من أفغانستان كانت تتفكروا هاشي باش يضربوا الطيارة إلا فيها بنعليح هذك علش بنعليح بس هم خوها على أبوه الأخوانجية ومرحم حتى حد فيه به ملحوظة أخرى ومغالطة أخرى تنبثها اليوم الصباح بربي لكل كرونيكير نحب نتوجه له لقال عبير موسي تحب تستحوذ على الهلال الأحمر بربي راه من صميم القلب والله العظيم لن ينفدلك نحب نصدقه كران غير بركة أعطينا دليل كيفاش وقتاش لحكاية هذي هاني هاني اول مرة نسمع بها بالرغم من اني غاتس في الحزب وبرامجه هتعطينا وقتاش تذكر اسم الهلال الأحمر وكيفاش عبير موسي تحب تسيطر على الهلال الأحمر الفكرة الثانية الفكرة الثانية اللي قالوها اليوم ما كم قلتوا يخي انتم عملتوا ثورة على بنعلي لأنه كان مستبدو لأن الاستبدات كان تاغي واليوم نعدها الراو في الناس اللي كانوا مت معاشين اللي نسميهم احنا بوم اللي كانوا متشيعين دينا سأ infringوا برب الهناة او سع طريق فكرة طريقا نبارش ن 大بي نشد الفكرة بالاخر 이� local هو ما يقولنه سابع dance تناس واليوم نرى في الناس بيدهم إلا كانوا متشيعين إلا نسميهم إحنا قوميين وعروبيين إلا ما زالوا اليوم متشيعين وما زالوا من اليوم يحملوا كالقومية والعروبية هذيك نذكرهم إلا أخي القومية والعروبية وهذا قلتوا في تقرير سابق إخي وين تخلقتها؟ ما تخلقت في مصر و سوريا ووقت لما يتعبد الناصر أخذ عليه الرلاف القذافي الله يرحمهم لكل إخي هذوما حتى بش نحكيه بمنطق الاستبداد ومنطق الوحي ما كانوش مستبدين إخيش بكم ديما تكرهوا لد بلادكم وتتسيعوا للخارج يعني بنعلي كان مستبد أما عبد الناصر ما كانش مستبد بنعلي وبرقيبة مستمد دين هذوكم مستبدين أما عبد الناصر وحافظ الأسد راو مع احترامي راو إحنا كين قولوا مستبدين نحكيه على معنى الاستبداد اللي حكيوا به هوما ناس هذه عملت قدمت الكثير لبلدانها ما ننفيوش إحنا مش كيفهم نعملوا بيلان كامل لكن إحنا قاعدين ن نواجهوا فيهم بالحجج متاحهم هما اللي هي مغلوطة وكاذبة دونك انتي علش اليوم انتي تكره ولاد بلادك وتتشيع للخارج يا سيدي احنا باش نصدقوكم اليوم إلا بورقيبة وبرقيبة كانوا مستبدين لكن انتوما هوا معناها ولائكم الكل والرؤساء كانوا مستبدين أكثر من الاستبداد ذات نفسه ها ولا متشيعين للاتحاد السوفيتي كيف كيف نحكي على اليسارة ذاكا والإكسترام جوس وكل شيء يا أخي الاتحاد السوفيتي كان ديمقراطي ترح جاوبونا مثال جاوبونا تحكيوا على بن علي وعبير موس لانتو من عين سريدة بن علي ومنعوشش يا اي هادوما اللي انتوما معناها عندكم هادوما الهات معناها قالها هذا ما عندكم هادوما كانوا ديمقراطيين اتشانية الحكاية هذée خيواله だي خليوا اسمعووني خليوا القانون فوق كل المصالح وفوق كل الاعتبار وما تتشيعوا ولا الزيد ولا العمر مش مطلوب منكم باش تاخذوا لا افكار هذا ولا ذاك اليوم انتوما كاعلاميين دوركم باش تونيروا الرأي العام دوركم باش تقولوا كلمة الحق دوركم باش تنصروا الحق هذا هي الدور الحقيقي للع Burm escreve الله اخي professional الإعلام يسلط الضوء على النقائص الموجودة يسلط الضوء على الحقائق الموجودة يسلط الضوء على الأحداث الموجودة مش يعتم على أحداث كبرى وينقل لنا أحداث معناه متع تجمع أربع وخمسة أشخاص ويخلي تجمع متع 9000 و 10000 شخص ما يعديش عليه حد شيء مش هذا دور الإعلام فهمتوا ولاه دونك نختموا بالنقطة هذية توا ونأكد لكم هذا الكونكولوجيون إلا العلاقة ما بين عابير موسي وهيك الحزب الدستوري الحر وأنصاره خلال هالمحنة هذية التي تمر بها رئيس الحزب الدستوري الحر رهي زادت التقوات وزادت التوتط أكثر فأكثر بالتالي المهندس اللي كان عامل حساب في اتجاه معين هاو يلقى روحه في اتجاه آخر والسلام عليكم